وسط تعثر المجتمع الدولي في ردع ميليشيات الحوث الإنقلابية تنوعت انتهاكات الأخيرة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومن ضمنها الاختطاف والاعتقال وأحكام الإعدام آخر أحكام الإعدام تلك ما أصدرته ما يعرف بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء من أحكام إعدام بحق ثلاثة مدنيين يعملون مدرسين في محافظة المحويت بعد سبعة أعوام من إخفائهم قصريا وتعرضهم للتعذيب وأصدرت محكمة الميليشيات حكمها عليهم زاعمة أنهم أدينوا بالتخابر إلا أن تلك تهمة دائما ما تلسقها الميليشيات بخصومها السياسيين ومن حكمتهم الميليشيات مؤخرا هم إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي وكانت الميليشيات اختطفتهم في تموز من عام 2015 على طريق المحويت الحديدة بدون أي مسوغ قانوني أثناء عملهم مدرسين في الحقل التربوي قبل أن تودعهم في المعتقل السري بجبل صرف شرقي صنعاء وبحسب مصادر حقوقية فأنهم تعرضوا للتعذيب بطريقة وحشية حتى أصيبوا بعاهات مختلفة نهيك عن منع الاتصال عنهم والزيارات وأي معلومات ونددت منظمات حقوقية يمنية بأشد العبارات أحكام الأعدام الجديدة بحقهم معتبرة إياها محاكمة صورية لا يوجد فيها أدنى معايير الشفافية وقالت المنظمات أن حكم الأعدام كان معدا مسبقا من قبل ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي مطالبة المبعوث الدولي لليمن ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم حيال المختطفين وبسرعة التدخل لإيقاف الأحكام الظالمة عنهم وعن مئات المختطفين التي أصدرتها أحكام تابعة للإنقلابيين ومنذ سيطرتها على صنعاء عام 2014 أصدرت الميليشيات أكثر من 350 حكما بالإعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين نفذت منها 11 حكما على الأقل